السلام عليكم لا أعطيكم العافية في الحال إن شاء الله تكونوا بخير معكم محمد شناع من دفعة صميم وإن شاء الله رح نكون معاكم في شرح المحاضرة الرابعة من المدسم تمام يعني هالي المحاضرة صراحة هيك سهلة بسيطة ولكنها يعني قيمة جدا 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 لأنها تتحدث عن أحد أهم المواضيع اللي مش بس يعني تشغل مجتمعاتنا حاليا ولكن تشغل العالم كله وهو موضوع التدخين فمحاضرتنا اليوم كونه سيستم أصلا رسبرتوري يعني رح يكون عن لسموكينج سيسيشن ليش قاعدين نحكي عن لسموكينج سيسيشن يعني في وإحنا قاعدين ندرس طب يعني لسموكينج سيسيشن جزء مجتمعي خليين نحكي أو توعية أو كذا بداية هذا كله قبل أن نبدأ المحاضرة أول إشي إحنا كطلاب طب ومستقبلا كدكاترة نظرة المجتمع لمجتمع الأطباء هي نظرة القدوة يعني رح يشوف والله يعني الدكتور إذا بعمل شغله فرح يكون هو قدوة للناس الثانين يعني إذا قاعد بعمل شغله صح بحكوا شوفوا هذا دكتور وماشاء الله عليه بسوي هيك وهيك وإذا بعمل شغله غلط شوفه إذا هو دكتور هو قاعد بعمل هيك فيعني اللي مش دكتور شو يحكي فهي واحد يعني سمعة الدكاترة أول إشي اثنين السموكين هو مش بس إشي والله أنا يلا يعني إذا على فرض أنا مدخن الحمد لله مش مدخن بس على فرض أنه أنا مدخن الإشي مش يعني غالبا 95% من الحالات مش أنه والله أترك السيقارة وخلص يعني هيك تركت التدخين لأنه نسبة أنه يصير فيه انتكاس وأنني أرجع لتدخين كثير عالي كونه التدخين بعتمد على يعني أنه فيه أنا يصير عندي dependence وaddiction ل مادة النيكوتين اللي موجودة في في السقائر يعني فالموضوع يعني مش بهاي السهولة بس أنه والله تترك السيقارة وخلص لا هو فيه برضو إله جانب طبي وفيه أدوية بتنعطها لحتى اتعالج الموضوع تدخين نفسه يعني dependence على النيكوتين زائد الأعراض الجانبية تبعته يعني تغير المزاج مثلا نعطي له أدوية فيه أدوية خاصة برضو يعني بتشتغل على آثار النيكوتين يعني على يعني على الشعور اللي كويس اللي بحس فيه لدماغ لما النيكوتين يكون موجود فالجانب الطبي إله علاقة في هذا الموضوع فعشان هيك برضو إحنا قاعدين ندرس عن هذا عن هذا فبدون ما نطول عليكم المحاضرة ما رح تطول معنا يعني أغلبها أشياء هيك عامة وبسيطة إن شاء الله إنه موضوع سهل منبدأ المحاضرة بالآية الكريمة قالت تعالى عبدالنشط الرجيم ولا تقتلوا أنفسكم يعني نص واضح وصريح أي شيء رح يسبب لك الضرر ممكن يأدي لموتك هذا يعني واضح إنه غرطه حرام تمام والحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر طبعا برضو نتذكر الآية عبدالنشط الرجيم لا تلقوا بأيديكم على التهلوك برطب طيب نبدأ بحكيلي هنا كان هناك عدة مبادرات لتكون جامعة جمعة بدون تدخين وكان هذا واحد من الشعارات كنت شعار حيث أن تكون مبادرات فأنا عندما اصل لدي مريض لديك 4 مبادرات ربطة 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 ومشانة هؤلاء تكون حافظة الأربعة حتى إليك كطبيب حتى يعتبروا الـ smoking status هل أنت مدخن أو لا؟ هاي الـ 5th vital sign هل أنت مدخن أو لا؟ زي درجة حرارتك على الأهمية وزي ضغط الدم تدخين وسط المرحلة سيئة كثير prevention is better and cheaper than cure أنت تقي حالك من هذا الأشي يعني الوقاية خير من العلاج وأكيد هي أرخص من العلاج كمان anti-smoking momentum والإنشور a healthier future and better quality of life يعني إذا أنت بعدت عن التدخين راح تكون حياتك أحسن وراح يكون مستقبلك صحي أكثر ما في أمراض ما في يعني ما في أعراض جانبية ما في لاياقتك تكون كويسة يعني كل هالشغلات بتفرق معك هون في جملة أنه الهنود الحمر كانوا عشان ينتقوا من الأوروبيين عودوهم على التبغ بعدين صدروه على أوروبا ومنها على العالم بعدين خلص يعني رغم أنه التبغ يعني هو من المواد يعني واضح ضررها الكل ولكن هي لسه تباع ويتاجر فيها يعني فبحكي لي هون لما نحكي عن إشي كوست افكتف يعني أنه بدفع يعني أو بكلفني إشي بسيط ولكن إيش فعاليته كثير عالي تمام يعني يعني بعطيني نتائج كثير ممتازة مقابل تكلفة بسيطة كثير فبحكي لي هون التوقف عن التدخين فهو واحد من أكثر الأشياء الكوست افكتف يعني تكلفة هي قليلة ولكن آثارها كثير كثير كبيرة وممتازة طيب شو هو التدخين؟ التدخين طبعا بشمل كل أنواعه يعني السيغارة هاي السيغارة العادية اللي هي منسميها السيغارة والسيغار الكبير هذو زي تعبابايا عرفتو والأرقيلة والسيغارة الإلكترونية كلها يعطيها هذو التدخين يعني بتسأل المريض بتدخن؟ والله بقول لك لا ما بدخن طب بتقوله بتأرقيل آه والله ثلاث روس باليوم طب يعني ايش لا عليك؟ طيب ففي عنا يعني كل التدخين بشمل كل الأنواع التوباكو بحكيلي انه الاف دي اي اعتبرت التوباكو درق فبالتالي لازم يكون فيه لها قايد لاينز لاستعمالها بحكيلي انه النيكوتين اللي بمتصه يعني بوصل تسعين بالمية للناس اللي بستنشقوا الدخان تاع التبغ وعشر بالمية للناس اللي ما بيستنشقوه يعني واصلهم حتى هذو الاشي طباكو is the only legally available consumer product which kills people فهو المنتج القاتل الوحيد الذي يتم المتاجرة فيه تمام؟ وبحكيلي معالجة استخدام التبغ لازم يكون يعني واحد من الاشياء اللي برعاية الصحية العادية يعني اللي دائما بتصير يعني والمريض اللي ما في من ضمن خطة علاجه انه كيف يعني يعالج استعمال التوباكو او التبغ لازم يكون عارف انه هو مش قاعد باخذ الرعاية الصحية الصح يعني تمام؟ لانه تدخين يعني زي ما حكيانا يعني وصل اهمية لقدردت انه ممكن يكون fifth vital sign يعني كل مريض بيجي اسألوا انت مدخنوا لا مدخنوا لا مدخنوا لا مدخنوا لا مدخنوا لا ففاهمين الفكرة كيف؟ فيه cigarette بسموها low tar cigarettes التار طبعا شو هو التار التار هي نفس هالماده اللي بستعملوها بالتزفية الشوارع يعني فهي جزء برضو بتكون داخل السيقارة ففيه بعض السيقائر بتكون الكمية هاي بتكون قليلة هاي اللوتار سيقريتس طبعا ما لها اي فوائد صحية يعني بجانب السيقائر الثانية وبحكي لي there will be more inhalation that will lead to more absorption يعني يعني اللوتار سيقريتس بتأدي ل more inhalation of tobacco smoke يعني فبالتالي في more absorption بحكي لي في باد افكتس للسموكينج يعني كل عضو بالجسم راح يتأثر لانه انت قاعد بتدخل توكسنز على جسمك واحد من كل خمس موتات بسببها تدخين السقائر تمام يعني خمس الميتين في العالم ميتين بسبب التدخين بحكي لي اغلب يعني المورتاليتي اللي بيصير عند السموكرز شو بيكون سببه نيوبلاستيك امراض سرطانية فاسكولر امراض بالاوعية الدموية اثيرسكوليروسز وغيرها مشاكل تنفسية وامراض التنفس اخذتوها وشبعتو منها يعني السموكينج causes more death each year than the following causes combined يعني في كل سنة التدخين قاعد بسبب وفيات اكثر من هذول الاشياء مع بعض شو هم هذول الاشياء ال HIV illegal drug use استعمال المخدرات يعني الغير قانوني ال alcohol use motor vehicle injuries اللي هي يعني الاصابات والحوادث والسيارات والfire arm related incidents يعني الموت بسبب العيارات النارية متخيلين كل هذول الشغلات لو بدي اجمع مجموع يعني الوفايات بسببهم بطلع تدخين اكثر منهم تمام طيب facts regarding smoking بحكيلي هو الوحيد وال most important preventable cause of morbidity and mortality worldwide يعني السبب الوحيد اللي بتقدر انت تمنع في الوفاة طبعا العمر بيد الله بس احنا قاعدين منحكي اشياء يعني كثيوري يعني كاشياء واقعية ممكن نعملها ممكن واحد عادي يطول عمره يعني مش مدخن ويموت لأي سبب ثاني بس احنا منحكي هنا اذا انت يعني منع التدخين هو واحد من اهم الاسباب اللي انت بتقدر ايش في تضبط موضوع المربidity والمورتاليتي يعني الامراض اللي بتسببها وبرضو عدد الوفيات بحكيلي the costs from diseases related to smoking are immense in terms of human suffering يعني التكاليف هاي الامراض بسبب التدخين يعني كثير كبيرة تمام بحكيلي هون constraints on health services resources and lost employment يعني حتى الامراض اللي بسبب التدخين بتأثر على يعني على حياة الناس وبتأثر على وظائفهم حتى فبصغير يعني ممكن يطر يخسر وظيفته وسبب المرض هذا اللي بصغير عنده تمام بتلاقي مثلا يعني هذولا بوصل عمره خمسين خمس وخمسين لسه هو يعني بهذا العمر لسه بكون قادر يشتغل بس بسبب والله سرطان رئة بسبب COPD وسبب اي مرض ثاني خلص بالبطل يقدر يشتغل بالذات الناس اللي ببذلوا جهدي يعني في شغلهم عرفتو كير يعني بصرفوا 360 مليون دينار في السنة وتقريبا قد هذا العدد على اياش على الامراض اللي بسبب التدخين متخيلين يعني الضعف ضعف هذا الرقم قدرش طلع 720 720 مليون على اياش على التدخين وعلى اعراض التدخين والامراض اللي حواليه ثمانية بالمية من ميزانية الاردن على التدخين واربعين بالمية من العالم على التدخين الميزانية متخيلين فليش بحكيلكو يعني رغم انه اشي بقتل الناس ولكن خلص اقتصاد العالم شغال يعني بحكيلي انا لما استعمل التوباكو يعني او لما ادخن يعني هذا الاشي مرتبط مع شغلات ثانية منها السمنة او زيادة الوزن او حتى اللافستالي اللي ما بيكون صحي اللي والله خلص اي اشي قدامك بتوكله اي اشي هيك يعني ما في رياضة ما في اشي هذا النظام الصحي الكثير كسول يعني الناس اللي بيشربوا يعني الله عافينا وعافيكم برضو نفس الاشي يعني اللي بدخن بيكون عادة في شرب الشغلات الثانية الحرام هاي بكون يعني لسه اسوأ من الناس اللي ما بتدخن يعني دائما في علاقة ما بين التدخين وما بين الشرب ما بين الالسة اللي هو اللي هي الغير قانونية يعني المخدرات الفقر ما في وظائف اي نوع من انواع افقار الناس راح تلاقي تدخين اللي هو علاقة فيه بحكيلك الناس المدخنين هم عادة افقر ناس موجودين في المجتمع يعني بعكس يعني احنا منعتقد مرات انه المدخن والله هو واحد غني ومعاه مصاري وبيقدر انه هو اللي يدفع ولكن بتلاقي ايش بتلاقي اللي بدخن اصلا مش لا عنده وظيفة ولا عنده شغل ويا بتلاقيه بسرق عشان يوخذ يشتري سقاير يا بتلاقيه بتداين يا بتلاقيه يعني جيب مصاري بطريقة حرام مثلا فبتلاقيها ايش يعني عادة سموكينج از مور ان سوشال كلاس اللي هم البور بيبول بحكيلي ثمانية واربعين بالمية من الذكور مدخنين ثمانتاش بالمية من الاناث مدخنات هذول كلياتهم اللي فوق الخمسة وعشرين سنة بحكيلي ثلاث وثلاثين بالمية من الطلاب اه بتوين ثلاثين لا اه اه بفتين ييرز سموك يعني ثلث اه ثلث الطلاب يعني ثلاثة خمسة عشر مراهقين شو ما لهم مدخنين هوا في ذا مود لايك تو اه تو كوت يعني نصهم نصها ذول ثلاثة ثلاثين بالمية بيكون بدهم يتركوا أربعة وثلاثين من والله بضحك هاي يعني 34% من دكاتلة الأردن المدخنين ماشي There are 9 tobacco companies in Jordan الشركات التبغل المعروفة يعني اتوقع اللي هي هاي الملبور والأبصر طيب السجارة الإلكترونية بحكي لي ما في أي دليل علمي وعقلي ومنطقي بحكي لي انه هاي السجارة الإلكترونية هي واحدة من يعني من أسباب ترك التدخين ماشي فبحكي لي there is no evidence يعني ما بتقدر تعطيها لحدا انت بدك تخلي ترك التدخين لأنه هاي الأيروزولز اللي موجودة فيها كل اياتها toxic chemicals وهاي الكيميكلز يعني للناس اللي بستعملوها للناس اللي ما بستعملوها يعني اللي إذا انت جنب واحد بيدخم سجارة إلكترونية تكون مكيف عن ريحة بس هي ايش كل اياتها toxic chemicals ماشي They are not better مش أحسن السجارة الإلكترونية يعني بنقله مستعملين التبخ التوباكو يوزرز من شكل ضار السجارة العادية لشكل ثاني يعني انت لما تحكي لو اترك الدخان ودخن سجارة إلكترونية يعني فش انت يعني جبته غرقان بهاي البركة غرقته بالبركة الثاني Do they increase levels of tobacco smoking احكي لي مرات هاي سجارة الإلكترونية يعني حتى هي مش وسيلة إنك تترك ولا إنها بس زي سجارة العادية لا مرات الواحد بتلاقي ايش والله بنفخ عادي بالسجارة الإلكترونية فتجع بتلاقيه ولا هو صار يأرقل ويدخن واشتري باكيتو وكذا يعني فبتلاقي هاي سجارة الإلكترونية هي بوابة إلو يعني بتلاقيها شكلها حلو وبضوي ولونها أحمر وأزرق بتلاقيه ولا هو صار في تدخن فبحكي لي توباكو اندستريز once to age to maximize profits and it would be perfectly happy if everyone switched from smoking to vaporing so as long as they are buying the product يعني هاي السجارة الإلكترونية بس هي عبارة عن شكل جديد عشان الناس ايشت صار تشتري أكثر ويعني لا هي لا هو بده مصلحتك ولا بده صحتك برغم انه في معرفة knowledge بالهامفل افكت ولكن under this morbidity that it causes there is no intervention يعني ما بتلاقيش يعني وسيل انك تمنعها what makes smoking harmful بحكي لي فيها أربعة آلاف مادة كيميائية a dozen of gases فيها يعني اكثر من اتناشر غاز هذولة at least 400 toxic substances 400 مادة سامية يعني هاي المادة الحالة تركها على جنب حطها طيها للبني آدم بيموت toxic أو ممكن يعني تعملوا toxic 1 in every 8 people with bone fractures have this fracture to do smoking بتخليين كل الناس اللي عندهم قصور عظام بالعالم ماشي ثمنهم واحد عثمانية كم تطلع يعني النسبة مش عارف يعني أكثر من 10% بسبب الايش سبب التدخين شو المين components of a cigarette بتلاقي فيه التار النيكوتين الكربون مونوكسايد والكومبوننت كومبوننت 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 ماشي فبتلاقي التار اللي هو اللي حكينا عنها هاي مادة سرطانية النيكوتين هي مادة اللي بتسبب الإدمان النيكوتين ماشي الكربون مونوكسايد قال انه الافينيتي إلها في الدم أكثر من الإش أكثر من الأكسجين فوجودها في الدم تقوم بإضافة أكسجين في الناس أتوقع قصد أنه حكينا هنا فيه كثير أنواع من القاسس موجودة فالي هي مكونات الغازات الأخرى اللي موجودة هاي اللي هي اللي بتسبب السي أو كيدي هاي هي اللي سبب السي أو كيدي اللي بصير طيب الآن بحكيلي في عندي هلت ريسكس أوب سموكينج في عندي كارديوفاسكولر ديزيزيزيز كانت أشياء على assign target يحكيلي عن الكارديوفاسكولر ديزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزري هاي الآن أنا دايماً أي ريسك فاكتور ستجديني مستمعوني مثل مثل موادفايبال لأمراض معينة تتشرف الإناث أمراض معينة تشرف الذكور أمراض للأطفال أمراض للأطفال في هذه الأمراض ف ambiguous هو إيڤيّم؟ لكنdah photos مثل تغيير هذه الن kuruy مثل الويت وزي السموكينج هؤلاء الكلياتين بتغير فشوف، هو مدفايب ريسك فاكتور لك مرض عديد عندك الـ CHD اللي هو الكوريوني هارد ديزيز والستروك ترانزينت اسكيميك سيربرال أتاكس وفاسكولار ديمنشي وفاسكولار ديزيز هؤلاء الكلياتين أمراض السموكينج ورسك فاكتور إلها بحكي لي The most modifiable cause for كوريوني هارد ديزيز السموكينج يعني أكثر واحد بقدر أغيره بقدر أزبط فيه هو السموكينج محاول سموكينج تغير السكوه of MI and Colonial Heart Disease بـ double or triple بزيد الضعف أو ثلاث أضعاف من الـ MI Mycardial Infarction اللي هي جلبة القلب يعني اسكبة القلب المحاول سموكينج تغير السكوه of lipids and LDL and decrease the level of HDL هسا هاي رح تاخذوا تفاصيلة lipids بالGI أكثر بس بديكن تعرفوا أن لديه LDL وهذا نوع من الليبتس هو المضر للإنسان والHDL كلما زاد فهذا أشيء أحسن للإنسان فالسموكينج يزيد من LDL ويقلل من HDL حساب النسبة للكانسر السموكينج يزيد من الوضع من الوضع من الوضع من الوضع والموت من الوضع من الوضع واحد في كل ثلاث الوضع من الوضع يعني ثلث الوضع في الوضع لها علاقة بالسموكينج الموضع هو رسك فاكتور لاللنج للتريكيا للأوروفرنجس لاسفيقس لللالينكس للسمك للبلدر للكدني موضع الكلوريكتال كانسر والأنواع الثاني كمان نتكلم انه سموكينج ممكن يعمل كلوريكتال كانسر أو كلوريكتال كانسر سموكينج يقعد بتدخن مع فكر شغال فوق لكن زي ما ادخنا موضع كل موضع الموضع هو أولا الجزء و السياسر هو كلوريكتال كانسر يعني اول سبب للموت بسبب التدخين هو الثاني هو الكولوريكتل طيب فبحكي لي الهيلث رسكس أوب سموكين شو السموكين بسبب للبدي بممكن يسبب ديابيتس ممكن يسبب القاسرو انتستين لديزيز زي ببتيك ألسرز القرحات الحصوات حصوات المرارة يعني الكرونز ديزيز بتأخذ عنه بالجي آي أكثر هذ بصيب الانتستينز والليفر ديزيزز الاستيبروسيز أمراض العظام هجاش للعظام يعني ديبريشن أكيد أمراض عصبية رح يصير فيه عنده اكتئاب استيباتي قرأت بسبب ديبريشن هو بزيد الدبريشن عليك مش بيضبط لك مزاجك فهي الفكرة هون ديبريشن أمونج سموكرز هاير ديبريشن أمونج سموكرز يعني لما شافوا العلاقة بين الدبريشن والسموكين لقوا انه الناس لسموكرز عندهم الدبريشن أكثر تمام فبحكيلي هون السموكين هو فعليا مش بعد المزاجك هو السموكين انت بتهيألك انه هو انت بتفل من الدبريشن بس السموكين بزيد الدبريشن فهذا الدبريشن بخليك تدخن فالتدخين بزيد الدبريشن أكثر وهكذا فانت فايت بدويره يعني ما راح تخلص سي او بي دي نعرفه بحكيلي هو ثيرت كوز أوف موربيديتي ان ذا وورد سي او بي دي والبرسنتج أوف سي او بي دي ان جوردن ثمانية لعاشر و بالمية في كثير الفوت عقسم الباطني مليان ناس عندهم سي او بي دي ماشي بحكيلي تقريبا كل حدا عنده سي او بي دي هو مدخن أو كان مدخن يعني أيضا ناس الم Creation 20% الشمارين يعمل باستويات offensive يعني بحكيلي هذا الأخNA الناس المدخنيين 20% منهم سي او بي دي بسهذا انتذا وستخدمت الناس فالناس كونسي الان sareما مدخنين هذه الأ pear gigantic 50%という мен Lights يich champions يعني الناس اللي بدخنوا بعمر كبير يعني هم يدخنوا من زمان بس لما كان كبار بتلاقي 50% من الكبار من المدخنين هم عندهم مدخن يعني نص المدخنين الكبار عندهم COPD والنص الثاني لا فإنت عشان تقلل يعني أو عشان تحسن موضوع الـ Lung Function الحل هو يعني هاي واحدة من الخطوات المناجمنت للـ COPD إنه تتوقف عن التدخين اللي اكتبك برغنانسي اللي هو الحمل خارج الرحم يعني بصير بالفالوبيان تيوب بالغالب المسكرج يعني الإجهاض أو إنه إنزال الحمل والـ Pre-Term Delivery إنه المرأة تولد قبل ما ينموا الجنين تبعها Second Hand and Third Hand هسا Second Hand Smoking هو إنك أنت قاعد جنب واحد بدخن يعني البخار تاعد تدخين قاعد أنت بتستنشط ولكن Third Hand إنه البخار معلق بالأواعي بالسجاجيد بالحيطان ما شيف أنت لما تفوت بتلاقي إيش؟ يعني لسه بتتأثر بالتبغل المعلق بالأشياء هاي بالأثاث بحكي لي شو فوائد إنك تترك التدخين أول إشه Stopping Smoking is the greatest single step a person can take يعني هي أفضل خطوة فردية ممكن إنه الإنسان يأخذها ليش؟ هي خطوة صعبة ولكن شو راح يفيدك؟ أول إشه صحتك بشكل عام راح تتحسن هي The Most Cost Effective تكلفة قليلة إنك تترك ماشي ولكن نتائجها كثير ممتازة الريسك of CHD بقل للنص خلال أول سنة خلال Reduce to half a year after quitting بقل للنص خلال أول سنة بحكي لي السيسيشن بقلل من البروغرس للسي أو في دي حكينا فوق لما بدعمل منجمينت للسي أو في دي أول إشي بوقف سموكينج اللانج فونكشن بتكون قاعدة بتقل أنت بتوقف هذا الدكلاين باللانج فونكشن بتقلل الريسك للكانسر بتحسن التنفس بصير في عندك قدرة على أنك تتحمل جهد أكثر تمام بحكي لي سموكير كف دي كريزز أند فلم رديوست يعني بتعرف المدخنين دائما بيقوحوا 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 يعني عادة بتكون القحة هاي فيها بلغم يعني مش مرض مش التهاب مش إشي لا خلص بس لما تترك التدخين أكيد كله هاد راح يقل والتذوق والقصص هاي طيب بحكي لي بحكي لي بتلاقي ثلاثين المدخنين بحكي لك والله إذا ما بدأت ترك التدخين بتلاقي يترك يوم ويومين ورجع هاي بحكي لي نص الأدلتس أوف سيغرات سموكيرز تراي تاكويت سموكين كل سنة تقريبا أكثر من نص الأدلتس بحاولوا يتركوا لس دا ون ثلاث أوف أدلتس هو تراي تاكويت سيك هل باند ايفن يعني شايفين هذول اللي بحاولوا يتركوا أقل من ثلثهم بروحوا يعني للطريقة الصح لترك التدخين وبلاقي أسوأ وسيلة إنه يترك التدخين يعني بتلاقي كل العيلة مدخنة بيجي هو بديو ترك التدخين بزيتها السيغارة وبيبطل يدخن وهو البيئة كلها حواليه مدخنة لا قاعد بأخذ الأدوية الصح لا قاعد بالبيئة الصح لا قاعد بمنح حاله عن إنه يتواجد في هاي البيئة فكله غلط بغلط يعني حسن بحكيلي سموكينغ هو إشي أدكتف ولكن هو إشي بتقدر تعالجه ولكن أنت بتتذكر شغلة إنه كل ما كان طريقة العلاج أصعب يعني غالباً راح يكون إيش راح تكون النتائج أفضل بحكيلي إذا إنك تترك التدخين إشي سهل معناته أي حد راح يترك ولكن هو مش إشي سهل لأنه أدكتف زي ما حكيينا فوق ولكن هو أدكتف بس مش إنه بقدرش تعالج منه لا بقيتها الناس اللي بخططوا كيف بدهم يتركوا التدخين هم الناس اللي بتنجح تزبط معاهم كيف أنت ممكن تساعد نفسك إذا أنت مدخن إنك أنت تهنئ نفسك إنك تركت التدخين إنك تحاول تلاقي رفقة تساعدك في إنك تترك التدخين ممكن تلاقي واحد صاحبك مدخن تبلش إنتوي إياه إنكم تتركه وال على قد ما كان عندك تجارب سابقة على قد ما إنه رح تزيد فرصتك لقدها بحكيلي يعني أكيد إنت غالبا ما رح تزبط معك من أول مرة في ناس سبحان الله بصير موقف يعني بتلاقي أب ابنه بسأله يعني بتلاقي ابنه صار يدخن بيقوله يا بلا تدخنش بحكيلي ما إذا أنت بتدخن يعني كيف بدك تحكيلي إنه أنا ما أدخن فبتلاقي هيك بعض المواقف يعني بتأثر في الأب وبتلاقي خلص يعني من بعد هذا الموقف بتترك التدخين يم يعني بدون إشي ليش خلص لأنه وصل لقناعة في نفسه إنه هو بتدخينه مش بيدمر حاله بس لا هو قاعد بيدمر عيلته كمان وعيلته راح تصير تقتدي فيه ماشي فبحكي لك يعني الريلابس is common ولكن إيش الريلابس لا يعني إنك فشلت وعادي يعني بدك ترجع وتحاول تترك إذا رجعت فشلت برضو بدك ترجع تحاول وهكذا أغلب الريلابس is خلال أول ثلاث أشهر يعني عادة بعد ثلاث أشهر إقلال الناس اللي برجعوا للتدخين حس بحكي لي فيه عندي موديل بيسموه الـ 5S اللي هو إني أسأل كل المرضى عن هل هما مدخنين أو لا إني أحاول أي مريض بيجيني يكون مدخن أحاول أنصحه يعني يحط فعلا الاعتبار بس إنه يحاول يترك ثلاثة أحاول أشوف هل هذا المريض فعلا يعني ها حابب إنه يترك ولا مش حابب إذا هو والله لقيته بعده مش جاهز كذا فبحاول إني إيش إني أوضح له الـ 5Rs مش مذكور تفاصيل كثير ولكن إني لازم أوضح له شو مخاطر التدخين لما يترك التدخين شو الأشياء اللي رح يستفيد منها شو الأشياء اللي رح تتحسن شو العقبات اللي رح يواجهها وإنه إحنا متفهمين لهذا الإشي كلياته وإنه إشي طبيعي إنه رح يواجهه يعني عشان أبين له إنه مخافه وإشي بسيط يعني تمام أحاول أساعد الناس اللي بدهم يتركه يعني ممكن نحدد لهم موعد في عيادة الإقلاع عن التدخين نعطيهم مواد تساعدهم وهس رح نحكي عن فارماكولوجيكال ثيرابيز وآخر إشي بحكي لي أرانج فلو أب يعني مش أعطي الدواء وخلص أتركه لا يعني يكون في فلو أب كل شهر مرة كل كم أسبوع يجي زي هك طيب طيب الآن بدنا نحكي عن يعني حل استباقي عشان العلاج بحكي لي يعني واحد من أهم الشغلات إنه مش إنه المريض أو المدخن هو نفسه اللي يبادر لا تيجي المبادرة من الدكتور نفسه ماشي بحيث إنه أوضح للمريض إنه العلاج متوفر ومتاح وبيقدر ييجي ويأخذوا بأي وقت وأهلا وسهلا وكذا وإنه أوضح له إنه آه هو العملية صعبة وبدها وقت وبدها جهد ويعني مش هيك مرة وفي يوم وليلة وخلاص بس بنفس الوقت إحنا نجاهزين نقدم أي مساعدة بدك إياها في عيادات خاصة لهذا الإشي في ناس قبلك كثير أجوا ودخلوا وتعالجوا وبطلوا يدخنوا وحياتهم اتحسنت هاي يعني هسا كل ياته راح نجيو نحكيي هسا في مام فبحكي له هذول الشغلات هي نفس الشغلات اللي حكيناها والفايف ايز مودل اللي حكيناه فوق بعدين باجي بسأله يعني عن التوباكيوز عن الاكسبوجر بسأله هل عمره دخن ولا لا وهي أصلا يعني واحدة من الشغلات اللي لما بدك تسأل المريض انت ما بتسأله بتدخن ولا لا بتسأله عمرك دخنت حسا عمرك دخنت راح يقول لك آه زمان قبل سنتين أبصر شو كذا كنت أدخن ضليت عشرة سنين وبعدين تركت يعني الجواب هو الأدق إذا انت فعلا بدك تعرف حالة هذا المريض برضه بدك تسأل المريض هل هو بستعمل أي مصادر ثانية للتباغ زي السيغارز هاي أو الأرقيل أو السيغار الإلكترونية تمام بحكي لازم أحدد التالي كم مرة هو بدخن شو الدخان اللي بستعمله قديش هو بقيم اعتماديته على هذا النيكوتين كم مرة حاول يترك قبل إذا حاول وهل هو مستعد يترك في هاي اللحظة ولا لا حسا دقري اف نيكوتين ديبندنس بناء على عمر المريض لما بلش تدخين بناء على كم سيغارة بدخن بناء على شو انه لما يصحى متى بحس حاله انه راح يدخن يعني بالعادي لما يصحى قداش بيضل هل بيضل نص ساعة ساعة هل بيضل ساعتين هل بعد بأربع ساعات مثلا هاي كلهاتها بتفرق بالنيكوتين ديبندنس فبحكي لي المور ديبندنس بيشانت خلال أول نص ساعة من لما يصحى بتلاقيه ولع هالسيغارة وبلش ماشي بحكي لي الثاني هذول ال5Aز موديل هاي الثاني اللي هي الادفايز سموكينج سيسيشن أول إشي سألنا الثاني هاي هالأدفايز لحظة شوي فأدفايز سموكينج سيسيشن شو يعني بحكي لي يعني اني أنا أنصحه أحاول يعني بس هيك أحكي له انه قديش الاشي كويس وقديش أنه راح يحمي حاله من كثير أخطار ليش إحنا قاعدين نحتاجها لحكيه لأنه المرضى بسمعه يعني لما أنت كدكتور قاعد بتحكيله وغير عن لما أي حدا بالشارع قاعد بقول له يالله تعال يعني اترك التدخين عرفتوا كيف فبحكي لي حتى لو هم مش جاهزين ممكن يعني بس إيش يعني يعني المريض اللي انت بتحسسه انه انت مهتم فيه انه تعال وتعالج وانا بدي صحتك وبيدي مصلحتك ويك هذا بتلاقيه خلال العلاج بتلاقيه راضي وتلاقيه ملتزم معاك أكثر غير عن الناس اللي ما يعني اللي ما بيحصلوا هاي النصيحة أو هذو الحكي اللي فول ثلاث أسسر ديناستي كويت هسه بحكي لي فيه ستاجز لمعالجة البيهيبيور بحكي لي أول إشي أو ستاجز للبيهيبيور بشكل عام للمدخين بتلاقي واحد في حالة لفري كونتمبليشن معناها انه هو مش جاهز انه يترك واحد بمرحلة لفري كونتمبليشن انه هو يعني هسه هسه لا ما بدي أترك يعني بس ان شاء الله في المستقبل بحاول الثالثة بريبيريشن واحد قاعد بخطط بيقولك أنا بالتاريخ الفلاني خلص والله على رمضان ان شاء الله رح أبطل تدخين وبدأ أحاول ألتزم فيها بدأ أحاول أعمل مثلا الأنشطة الفلانية عشان أبعد زي هاي أربع الأكشن أخذ الخطوة خلص قال لك بسم الله يلا ننترك تدخين الخامسة المينتنانس انه يظل محافظ على الامتناع عن التدخين فبحكي لي الامتناع عن التدخين أنا أعطيه الامتناع الدعم السلوكي بالإضافة لإيش بالإضافة للدعم الدوائي يعني العلاج الدوائي الناس اللي لسه مش مستعدين هض محتاج أني أنا أقعد أحكي معه أسمعكم كلمة حلوة أقول له إنه يعني إصحى يا حبيبي يلا متى بدك تقوم ماشي فهاي الفكرات كان بيوز فول فور ده كلينشن تغيين أن أندرستنين ومثى بيشن برسبكتب أباوت كويتين يعني أنا لما أجي أحكي للمريض أنه يترك ما بدي أكون بصفتي إني بنظر عليه بدي أكون بصفتي إني إيش إني أنا متفهم هاي المشاكل اللي هو قاعد بحكيها وإنه مش هو لحاله اللي قاعد بحكي هذا الحكي كل المدخنين بيحكوا نفس الحكي تاعهم وإنه كل المدخنين اللي تركوا كانوا يواجهوا نفس المشاكل وهيهم تركوا يعني هم يبشوا أحسن منك ماشي فهذول هم كنت قاعدة تشجع وتحكي له كم إشي حلو يرد عليك إن شاء الله الرابعة يعني أساعد المدخنين اللي يلا هاي هم جاهزين فبحكي لي بإعادة هذه الأفاقرات بين البيهيفورال بين فرماكولوجيك الثيرابي ضد بعض الأفاقر مثل إني أنا أحط له التاريخ اللي بدو يترك فيه خلال الأسبوعين للأربع أسبوع الجايات يعني في ناس بيقول لي يلا أنا جاهز دا اترك بس يعني هي كأحاس شوي اللهم ضعيفة فبتقول له خلص مااشي اليوم أشي اليوم أحد خلص يوم الجمعة إنوينية خلص بإذن الله راح نترك التدخين بيقول لك ماشي أو بقولك والله أنا هذا الأسبوعين مشغول قاعد بجهز لأبصر شو كذا عندي بالشغل عندي أبصر شو مشكلة بتقوله ماشي يا سيدي بس تخلص مشكلتك من قاعد قاعدة رايقة ومنبلش موضوعنا هاك فيعني ست أكود ديت الثانية أدرس بريير ستكويت إنه أنا أعالج اللي هي المشاكل اللي راح يواجهها لما يترك يعني أكون أنا حاطه بالصورة إنه راح يواجه بمرات بعض الأعراض لأنه راح يترك النيكوتين إنه برضه في مرات أشياء محفزات للتدخين يحاول يباعد عنها زي إيش المورنينج كوفي قهبة الصبح بتلاقيها بتلاقي بيشربها على الريق فإيش والله بدها سيجارة مع كاستها القهوة يعني عرفتوا كيف فلا بحكي له أحاول مثلا القهوة استبدلها بإشي ثاني مثلا اشرب شاي الصبح عشان يبطل الإشي مربوط مع التدخين عرفتوا كيف الألكول الدرينك الدرينك الأند أف ميل مثلا نقول لك والله خلص أنا بعد الغداء بتشف نفسي على سيجارة بدي أدخن هسا يعني بدك تحاول تلاقي له إشي بعد الأكل اللي يعمل يعني والله خلص بعد كل أكله حاول مثلا قوم سوي إشي قوم صلي قوم أحضر أي إشي ثاني بس إنه ينشغل عنها يعني التكاليف للعلاج برضو إنه يكون هوا حاطة ونحاول إنه نتخطاها الخوف من الفشل لازم كتير يعني أكون نفهم المريض هاي الشغلات ونحاول إنه نعالج هما بعض بحكي لي إنه شو الأشياء المحددات لأنه يكون فيه واحد إنه البروغرامز الموجودة قليلي كثير لم تتدريب كثير على هاي الشغلات ما في خدمات كفاية ما في موارد كفاية ما في مؤسسات ودعم على هذا الموضوع زي ما حكينا الإقتصاد فوق الإقتصاد الدول ماشي على الدخان بدون الدخان كثير إقتصادات رح يعني جوز تنهار منها ماشي لأك أوف بيش حافز عند المريض فقد الشغف يعني ماشي مش فاضي يعني مش فاضي يفكر إنه يترك الدخان بتلاقي بلشان بعيلته بلشان بهذا وبشغل وشركات وكيس كس طيب هسه هذول هاض جدول في بعض الأعراض اللي ممكن تصيب اللي هم النيكوتين وذدروب السيمتمز يعني الدكتور ما قرأه بس مهم صراحة نعرف شوي الكريفنج شو هي إنه يتكون يمها يلا أنا هسه بدي أدخن ان انتنس ديزاير تسموك بتلاقي هذا الاش لما انت تترك النقطين بذات هيك بعد أول يوم تلاقيها ايش خلص بديك تدخن يعني بديك تدخن كفينج الكحا اكيد هون طبعا حط لك الأسباب حط لك كيف تعالج بنا نحكي الناس سريع الهنقر الإحساس بالجوع البولتشينجز ممكن يصرف عنده تغيرات في حركة الجهاز الهضمي يعني أنه يصير فيه إسهال أو أمساك أو غيره مشاكل في النوم بتلاقي عنده دوخة دائما مصدع بتلاقي هيك منكد طول اليوم لأنه متعود دماغه متعود على شغلة وفقدها بتلاقي زي الناس يعني اللي متعودين ترى على الشاي وعلى النس كافيه وعلى القهوة بتلاقيه إذا يظل يوم كامل مثلا ما شرب فنجان قهوة بتلاقيه بينكد بصدع هيك تمام فهي نفس الفكرة أرنج فولو اوب إحنا حكينا شو الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة أسستي سموكرز الخامسة مش أسستي سموكرز وخلص وأزدته لا بدي إياه بدي أظل أتابع معاه فخلال أسبوع لأسبوعين بصير فيه فولو اوب من موعد الكويت اللي حددناه عشان إيش؟ عشان أدعمه أشوف هل فيه استجابة على العلاج الأنماطية ولا لا أحاول أخلي التريتمنت مثالي قدر الإمكان ممكن أن نبس علينا عليه أطمن ممكن أن نبس عليها ممتاز الحمد لله يلا استمر أنت تستطيع نحن معك يعني إدعمه بكل الوسائل أدرس أي مشكلات ذات ديفولوب اسوشيتد ذات ديفولوب اسوشيتد ذات ديفولوب اسوشيتد ذات ديفولوب اسوشيتد ممكن أن يدخل في ديفولوب اسوشيتد بسبب هذا النيكوتين وسبب العادل اللي هم تعود عليها مرات علاقته بصحابه بتقرب يعني من وراء الأشي أو مع عيلته مع مرته مع كذا مع أهله مع أمه وأبوه يعني نحاول نحل هاي المشاكل سموكين سيشن سيربوسيز تلاقي فيه ناس أخصائيين في الموضوع هذا سموكين سيشن كلينيكس يعني عياذات خاصة لهذا الأشي يعني العلاج من التدخين يعني أنه مش ضمن العيادات هاي لا يعني بيكون لشغلات ثانية بأماكن ثانية أو خلال علاج لشغلة ثانية مثلا يعني أنا استغلت الفرصة أنه المريض أجا يراجع لشغلة معينة فبحاول أني إيش؟ بحاول أني أحفزه يترك التدخين كيف الطرق لترك التدخين؟ ما في طريقة معينة مليان طرق وكل الطرق يعني أي إشي شغال فإحنا معاه يعني ماشي؟ ولكن مهم أنه نجبع بين بيهيفيورال بين فرما كثيرة بيشو البيهيفيورال؟ يعني أنه أنصحه أظل أحكي معه تلفون يعني أشجعه أتطمن على أعرف هل هو كويس أموره ولا لأ برضه بحقية تيكس ميسيجين ويبس انترفينشن فون أبس يعني بتعرف هاي الشغلات اللي بتغير يعني البيهيفيورال يعني بتغير السلوك بحكيلي يعني أنا لازم ما أتردد بإني أعرض على البيشنت أكثر إنتنسب بروغرام موجود عندي يعني أكثر إشي صعب وأكثر إشي رح يجهده لأن عادة هو هذا الإشي اللي رح يعطيني النتيجة فرماكوثيرابيز في عندي الفيرسلين فرماكوثيرابي هذول ثلاث ثلاث أصناف أدوية الفيرينيكلاين أو فيرينيكلاين المفروض اللي هو هذا دواء حكينا عنه في بداية المحاضرة أنه يعني بخفف من الآثار اللي بتركها النيكوتين على الدماغ يعني المشاعر اللي كويسة اثنين اللي هي اللي هي الباتشز هاي اللسقات تاعت النيكوتين وفي منها هاي اللونج أكتنج وفيه الشورت أكتنج اللي هي القم هاي اللي زي العلكة اللي بتعليكها وفيه البوبروبيون هذو عبارة عن عشان نعالج المود تشينجز اللي بتصير بحكيلي كل مدكيشن هذو له بروفن افيكاسي بحكيلي بحكيلي أنا بعرض على الأدوية الموجودة وهو بختار حسبه شو بفضل انه يستعمل بتلاقي واحد ما بده أدوية ما بده يظل كل يوم ملتزمة بحبة مثلا بحكيلي بحكيلي سكسس فور سموكينج سيشيشن أول إشيه إنه أحاول أمنع الريلابس الريلابس بربين شد بي part of every encounter with a patient وهو هذا الريسنت لكويت يعني كل مريض بيجيني ترك تدخين من فترة لازم أظل أشجعه وأظل أحييله كويس وما تترك هذا الإشيه يعني ومليح أنك خذت هاي الخطوة وحاول ما تتراجع لان إذا تتراجعت يعني ممكن تبطل تقدر تترك فهاي الفكرة خلال أول ثلاثة شهور بالذات بحكيلي فهي الفلو اوب يعني إني أحدد شو المشاكل اللي واجهها وأحاول أتوقع شو الأشياء اللي راح يواجهها نحكي يعني عن نقيم المديكيشن يوز الأدوية اللي استعمالها شو المشاكل اللي واجهها كيف فعاليتها معه إني أذكر المريض أنه لو يحتاج أي دعم لو يحتاج أي مساعدة يعني نقدر نساعده في هاي الجهات الثانية برضو كمان بتساعدك بحكيلي فلو اوب تشود بي سكجولد بحكيلي فلو اوب بحكيلي فلو اوب يعني خلال ثلاثة شهر لازم أكون عامل فلو اوب خلال السنة يعني نهاية السنة لازم أكون عامل فلو اوب وعتي إجبزت وذين فرسة سموكين خلال فلو اوب يعني خلال كل زيارة بعد اول سنة لازم أضل أسأله شو وضع ترك التدخين لساتك تارك ولا شو زيها فلو اوب بحكيلي فلو اوب يعني حتى خلال السنوات اللي بعيد لازم أضل أطمن أعرف هل هو لساته مستمر ولا رجع زي ما حكينا يعني مش والله أضمنه ترك شهر خلاص هاي ترك تدخين لا مجرد ما شاف سيجارة كذا خلاص على أول سيجارة برجع بحكيلي فرماكو ثيرابي بحكيلي فرماكو ثيرابي و حتى يشعر التدخين يعني بظل مستمر على العلاج الدوائي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل ثلاثة أشهر ما بوقف علاج دوائي ماشي لحد ما اضمن انه المريض خلاص يبطل يرجع The benefits of smoking can be highlighted by simply asking how the patient يعني كيف بدي أعرف فوائد ترك التدخين بسأل المريض شو كيف حياتك تغيرت شو صار عندك أحسن كيف صحتك كيف ركضك كيف جيبتك مصريك كيف صارت أحسن زي هيك أدرس أي مشاكل يعني أي مشاكل سأقول له نفس الحكية طيب الريلابس بحكيلي بعد الريلابس patient should be encouraged to make another attempt to stop smoking يعني إذا صار عندي ريلابس لازم أشجعه أنه يأخذ خطوة ثانية ويلا عادي مش مشكلة برضه بإنه إيش برضه الbehavioral والفارماكوثيرا patients who relapse often have had inadequate behavioral support بحكيلك الناس اللي بصير عندهم الريلابس بيكونوا ما أخذوش الbehavioral support الكافي ماشي بيكون فيه strong withdrawal symptoms أو بسوك تكون عندهم weight gain and mood symptoms كثير ماشي يعني بيكون تغير مزاجه وتعكر وكذا لازم نذكرا للمرضى دائما أنه إيش أنه أي حدا مدخن ترك وهو دائع يعني هو مش من أول مرة كثير حاول يجرب وبعدين ترك إذا اي واحد من الأدوية اللي قبل زبط معاه هو recommended اني أضل عليه وحتى ممكن أخليه وأضيف عليه إشي ثاني إذا أول واحد ما كان helpful بحول عائشي ثاني بحكي عن فرما كثير فعلي الأدوية طبعا هس بحكيلي reasons for relapse بتلاقي الواحد highly dependent on nicotine ما قدر أنه يترك النيكوتين بتلاقي هو ما عنده ثقة بحاله بتلاقي يعني خايف من الخطوة خايف أنه يترك الدخان عرفتو كيف والcomorbid sycatric illness بتلاقي جنب التدخين هو عنده مرض نفسي ثاني فهذا الاشي مأثر عليه زي ما حكينا هو بعمل mood changes ممكن يعمل depression ترك التدخين يعني بفوت الواحد بحالة depression بسبب بسبب النيكوتين withdrawal symptoms وnot using medications correctly يعني أنا صرف للأدوية بس هم بستعملهاش صح يعني اخر اشي الرسالة اللي من اول المحاضرة منحكي فيها انه احنا الاطباء لنا وظيفة رئيسية في انقاذ المجتمع من التدخين وعزيزي المتابع اذا انت مدخن وطالب طبقاء تدرس هاي المحاضرة رجاء يعني انت دارس ار اس يعني انت دارس السيستم كامل خابزه وعاجنه وممتحن فيه ثيوري وهيا كدك تمتحن فيه final رجاء يعني حاول ارجع احسبها مع نفسك وعارف الموضوع رح يكون صعب ما رح يكون سهل هسه يعني اذا مش شايف هسه حاليا عندك الشجاعة الكافية انك تترك فعالاقل خطط لا انك تترك في يوم من الايام القادم لانه فعلا يعني الدكتور اللي بيكون مدخن صراحة يعني رح يظل طول عمره مهزوز الثقة يعني ما رح يكون هو واثق يحكي للناس انا دكتور وهو السيقارة بايده انت كيف بدك تنصح الناس يضبطوا صحتهم كيف بدك تعالج الناس يعني تنقذهم من امراضهم وانت نفسك قاعد بتجيب المرض لحالك فهي يعني هاي الفكرة ابحكي لي نحط لترك التدخين يعني لازم يكون في توعية لازم يكون في توعية اكثر عن التدخين وبرضو عن الاقلاع عن التدخين انه في عيادات وفي علاج قاعد بتقدم كثير الناس ما بعرفوا هاي المعلومة تمام؟ لازم امنع يعني دعايات الدخان لازم نزيد اسعار الدخان طبعا يعني مش مقصرين بزيدة الاسعار وانتروديكشن او سموكين او سموكين بطبع توباكو فري سكول يعني نحاول زي ما عملنا طبعا يعني هو الاشي على الورق يعني بس نأمل انه يكون هيك على الواقع وانه برضو يكون فيه مدارس بدون تدخين يعني المدارس هسه ما شاء الله يعني فيها دخان اكثر من الشارع ويعني هيك من كنا نهينا المحاضرة نأمل انها تركت اثر لديكم وعارف انه طولنا شوي ولكن يعني موضوع يستحق انه نوقف هاي الوقفة ونحكي فان شاء الله يعني ان شاء الله كلنا نكون يعني دكاتر قويسين نحاول ننقذ مرضانة من هذا الخطر والله يعطيكم العافية نراكم في محاضرة اخرى ان شاء الله